سائل يقول هل يجوز الاستدانة لأجل الحج؟ نعم إذا تأكد عندك السداد واحد دراهم ومشي وجدين رحين يدخلوا ولا حين يقسموا ميرات ولا عيطولوا كمت وزارة التعليم عيطولهم قالوا حين نعطوا لكم دراهم يعني روما تأكد خلاص إذا تأكد عندك السداد جاز لك الاستدانة للذهاب إلى الحج نعم يجوز ولا يجب يعني ما هوش واجب تسلبش طعال الحج لا لا يجوز يجوز بسبب من الأسباب الإنسان جاتوا حجة جاتوا حجة وقادر يحج ولكن دراهمشي وجدين يسلفوا يحج ما يضيعش الحج بسبب الدين ولكن لا يجب عليه الاستدانة إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في صورة العمان من استطاع إليه سبيلا وهذا مستطيع شفت هذا مستطيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يحج ولم يفعل فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا لا حاجة لله به تصيب واحد يفتخر أنا يروح للإيبيزا إيه وزيد أنا يروح للطايلاندا قال لك يروح للطايلاندا بش يدخلوا رجليهم في الماء وهذا كل ما فيه واحد الحوت صغير يأكلهم لو سخت عرجليهم بش ينقي رجليهم يروح للطايلاندا بش يغسل رجليه حسبون الله ونعمل وكيل أنا يروح للماريكان أنا يروح للسويس إيه للالمان زيد ومبعد وصام وصام قولنا ولا رح تتحج الحج من استطاع أن يحج ولم يفعل فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا لا حاجة لله به سمعت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا مستطيع ولذلك الوكالات لراهي يعني تسلف الحجاج دير الدين على الوكالة بشي حجه صحيح الحجه صحيح البنوك إذا كان مالوها حالة ما هوش من الريبا والحرام إذا كان بانك يسلف للحجات بشي حجهم بعد يرددوله ولو بالتقصيد يجوز ما لم يكن فيه ريبا اشتركوا في القناة